لماذا أنتم تعتبروا رأسكم جزء من هذه الدينامية هذه تنقول لك بوديموس في الحكومة الإسبانية وتنقول لك سيريزا راقادوا الحكومة اليونانية في مرحلة دقيقة من مرحلة الخطر الذي كانت تعانيه الدولة اليونانية وهي على شفى حفر على شفى الإفلاس وكانت اختياراتهم فيها تحولات راديكالية لابغينا نقوله من اللي كانت تكلموا على الفول سنسومي زراجات في المرتبة الثانية من بعد في هذه التجربة الانتخابية الرئاسية الأخيرة علاش ما كينش حضور للإشارة وأنتم ربما أقدموا من إحدى هذه الديناميات علاش ما كينش هذا الحضور ديال إما جزء من حكومة إما تيار جماهيري قوي جارف أو على الأقل معارضة قوية هذا شيء اللي بغيت نقول ماشي عادة ديال المؤتمرين داخل المؤتمر رغم أهمية هذا شيء في حدودية الإمكانيات لا أنت تحدث عن تجارب مورسة داخل ما يسمى بالدولة الحديثة واحترام الديمقراطية وحياد الإدارة الترابية كما يقول الفقهاء لا قياسة مع وجود الفارق نحن في المغرب نطمح إلى أن نؤسس دولة حديثة ولا زال ينتظرنا في المغرب لا توجد تقافة حزبية حتى تقارن أنا أتحدث عن الإديولوجيات أما كيفية تبيئة تلك الإديولوجيات في الواقع المغربي هذا شيء آخر نحن لا زالت القبيلة التي ترشح وليس الحزب الأشخاص أو الناس يصويتون أو الناخبون يصويتون للأشخاص ونحن نعيش هذه الجريبة في المغرب بقوة تتحدث على أن نمارس معارضة أنا أقول لك تمارس معارضة عندما يكون هناك تدبير للشأن العمومي أو تدبير للشأن المحلي يمارسوا بطرق تستطيعوا أن تقيمها نحن كثير من القضايا التي تمارس سياسيا هي بعيدة عن السياسة أنا أكاد أقول بأننا انطلاقا من جريبتنا لازمنا بعيدين أو الممارسة السياسية كأننا في مرحلة ما قبل السياسة لأن القبيلة التي تقول كلمتها والغريب والكل يلاحظ ذلك أنه كما قلت في الأحزاب في المغرب لا يمكن أن تتحدث عن أحزاب صغيرة وأحزاب كبيرة في المغرب توجد أحزاب لا إمكانية مالية هائلة ومدعومة من جهات النافذة وأحزاب لا إمكانية لها أنا أعتقد بأن في المغرب ينبغي أن تمييز بين وهذا جوابا عن سؤالي بين أحزاب لها تصورات لها رؤية ولا أدري هل طلعت على الوثيقة المرجعية لحزب الديمقراطي الجدد تتكون من 200 صفحة نشرناها واعتمدناها في المؤتمر الأول لحزب 2019 وبين أحزاب تشكيل قوة انتخابية بين قوصين نعرف وقيفات وابتسبوا الأصوات والبلطجة السياسية الموجودة في المغرب وأعتقد إذا أردت أن تحدث عن الممارسات الانتخابية في المغرب ستجعلنا بعيدين على أن نقوم بهذه المقارنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر